دعا نائب وزير المياه والطاقة في حكومة طالبان مجيب الرحمن عمر المستثمرين الدوليين وعلى رأسهم الأتراك للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في أفغانستان عقب زيارته مشروع بناء محطة الطاقة الكهرومائية تنجزه شركة تركيا بمنطقة كاجيكي في ولاية هلمند وأشاد عمر بأداء الشركة التركية في بناء المحطة المذكورة مؤكدا أنه جاء من العاصمة كابل إلى هلمند لإجراء زيارة تفقدية في المشروع لأنه يثمن أعمال الشركة التركية وشدد على أن حكومة طالبان تولي أهمية كبيرة لمشاريع البنية التحتية موجها نداء إلى رجال الأعمال الدوليين وعلى رأسهم الأتراك للاستثمار في أفغانستان ترجمة نانسي قنقر